طيب دي لقطات من المباراة اللي عايز اقوله انه احنا بنستدلب كلامنا ده ايه مباراة اللي فاتت مباراة زي المباراة طبعا المباراة القبل اللي فاتت احنا المباراة خلصت بالتعادل وكنا افضل كذلك ولكن المباراة اللي فاتت يعني كان لها سيناريو مختلف هو ده اللي باين معدن الفريق هو اللي باين احمد الشام سيسا ده انفراض من نجوم اللي قائل اللي فات احمد الشام سيسا طيب عايز اقول ايه عايز اقول انه بالرغم من الغيابات عندنا تلات غيابات مؤثرة جدا في الفريق شايفين انفراضات جلت هاي هنتكلم عن الكلام ده بالرغم من الغيابات ومن رغم من عدم التوفيق في البداية عدم التوفيق كان عندنا تلاتة او اربع لعيبة للأسف ما كانوش موفقين نتيجة بقى شد عصبي نتيجة يعني توطر نتيجة عدم توفيق في حاجات معينة ولكن ما كنا احنا بداية باد ستارتين جدا يعني ما كناش موفقين يمكن بكر نجح انه يحط اربع او خمس هداف في الشوت خمس هداف في الشوت الاول في الشوت التاني ما حطش اهداف يمكن مصطفى بشير في نادي الزمالك هو اللي حط تلات اهداف وهنتكلم عن الكلام طيب عندنا غيابات عدم توفيق في البداية ادى الى تفوق او تقدم نادي الزمالك بفرق سبع اهداف امتى مش بدري بقى ده في اول عشر ده في الشوت التاني بالاضافة غياب التوفيق عن التحكيم بالذات في الاوقات الحاسمة شفنا اخر دقيقة لما كنا متقدمين 31 30 تم طرد اتنين لعيبة من عندنا الحقيقةنا اللي اعرفه في اخر دقيقة دقيقة وقت 30 ثانية علشان اطرد لعيب لازم يعمل جرم عشان ياخد دقتين لازم يعمل جرم في الملعب جامد إنما كنا فيها شك ما فيش طرد في آخر ما فيش طرد في آخر دقيقة أو 30 ثانية ما فيش ليه؟ يعني ما احنا شوفنا ماتش السوبر لأفريقيا حصل فيه؟ أحمد لحمر شد إبراهيم المصري جابوا من ظهروا وقعوا عشان ريح يديروا يشوت الحكام ما صفروش حاجة حكام الأفارق ما صفروش حاجة يعني آخر 30 ثانية دي أنا ما صفرش صفارة لما تكون يعني واضحة للجميع إنما التردين اللي حصلوا في آخر 15 ثانية وبناءً عليها أو آخر 20 ثانية بناءً عليها تعادل نادي الزمالك في الحالة دي لا لازم تتراجع ومع ذلك فرقتنا خلص التعادل مش إحنا اللي تعادلنا نادي الزمالك اللي تعادل معك بعد ما تقدمت 31-30 نادي الزمالك تعادل وانت هجمت هجمة انت أربع أفراد أربع لعيبة في الملعب هو حارس مرمى بين خمسة هتعمل إيه قدام ست لعيبة وحارس مرمى كان صعب جداً تجيب جون الفوز في ظل الغياب العدد اتنين لعيبة مطردين منك ومع ذلك فرقتنا الحمد لله رب العالمين بتكتسب الخبرات مبرمى مبرمى وانا مراهن على هذا الفريق ومراهن على اللعيبة الزغيرة ومراهن على أنهم بيكتسبوا خبرات صدقوني اتفرجوا على الفرقة دي غير من سنة اتفرجوا على الفرقة دي غير من 3-4 شهور الفرقة بتكتسب الخبرات وكان سهل على النادي الأهلي أنه ياخد طريق أسهل من كده وبكل خبراء اللعبة وبكل المديرين الفنيين أنا بعمل زي سيرفي كده بتكلم حتى مع المدير الفنيين اللي من خارج النادي الأهلي فرقة النادي الأهلي ان شاء الله يا رب يحفظهم من الإصابات حتى تسيد الكرة الرياد المصريية سنوات وسنوات بالجيل ده ان شاء الله بالجيل اللي موجود اللي عنده 22 سنة 21 سنة لعيبة أربع لعيبة مشاركين في المباراة عندهم 20 سنة موليد 2002 فوكس ومهاب ياسر ربنا هيشفيه ان شاء الله عندك لاشين أربع لعيبة مشاركين عمرهم زغيرة شاركوا مع الفريق المباراة اللي فاتت ومع ذلك نادي الزمان اللي بتعادل معك